رفع رئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء عبد الحذيفي برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرأسي وأعضاء المجلس بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر المجيد وأشار الحذيفي والمصعبي إلى أن هذه الذكرى العظيمة تأتي على شعبنا اليمني بعد أن نال حريته واستقلاله المجيد وها هو اليوم يخوض صراعاته الأليمة مع فئة مارقة أرادت العودة باليمنيين إلى العبودية للفرد والخضوع للكهنوت والارتهان لإيران الفارسية والانكسار لاستعمار أجنبي كما كان قديما وجدد رئيس جهازي الأمن القومي والسياسي العهد والولاء الدائمين لفخامته بالسير على خطة التحرير والذودي عن حمل جمهورية اليمنية والسعي لجاد في إيقاف مشروع إيران الفارسية وأذنى بها الميليشيا الحثية الإرهابية في اليمن وكل الجماعات الإرهابية من تظيمي القاعدة وداعش حتى تعود اليمن السعيد إلى أمجادها وحضارتها